صباح الخير فيتامين بي أطناشة ما هي وظيفته أعراض نقص فيتامين بي أطناشة وما هي تركيبتها الكيميائية البيتامين بي أطناشة يكون متواجد بشكل فعال اللي هو ميثايل كوبا الأمين ونتوجده في الصيدلية بميثو كوبان الميثو كوبا الأمين اللي هو الفيتامين بي أطناشة شكل فعال بمعنى إنه مجرد ما أخذه يستفيد من الجسم بطريقة طبيعية وسريعة مباشرة ويوجد مننا شكلين غير فعالات اللي هو السيانو كوبا الأمين حتى هو موجود في الصيدلية تجري أكثر شيء في التابلت والإبارم تعاتل بي كومبليكس اللي هو السيانو كوبا الأمين هذا غير فعال والتركيبة الثانية الغير فعالة اللي هي الهيدروكسي كوبا الأمين اللي هو يوجد في حقن الزيتية فهذين اتنين غير فعالات معنى يحتاج إلى وظائف أو طرق حيوية في الجسم حتى يستفيد مننا بطريقة غير مباشرة فلذلك أكثر هذا مثال كوبا الأمين هو أكثر شيء يستخدم مثال كوبا الأمين يستخدم في إنتاج الخلايا الدم الحمراء وهو ينتج المادة المغلفة في المغلفة للأحصاب اللي تساعد على نقل النقلات العصبية والفيتامين بي أطناشة نجد أن نقول أنه يحسن الذاكرة يقوي التركيز يستخدم في علاج الاحتلال العصبي يعالج في فقر الدم الأنيمية اللي هي مسبباتها نقص في الفيتامين بي أطناشة ولازم أيضا وهو الصديق لمرضى مريض السكري مريض السكري ضروري جدا لأن مرضى السكر دي ما يكون عنده نقص في الفيتامين بي أطناشة من أحد عوارضة الجانبية اللي هو الاحتلال العصبي الاحتلال العصبي شن هو احتلال العصبي هو خضر وتنميل في الأطراف خاصة القدمين والرجلين ضعف في السمع وفي البصر وأيضا في بعض الأحيان فقدان في السمع والبصر عندما تزيد الأعراض الجانبية وفقدان الأحساس وقدم السكري لذلك فيتامين بي أطناش يحتبر الصديق اللي هو لمرض السكري بمعنى أن فيتامين بي أطناش ضروري مريض السكري يأخذ حبة ثلاث مرات في اليوم وعندما تنقص العراض يأخذ حبة مرتين في اليوم كيف ليش هو صديق متاع لأنه في التركيبة متاع يوجد فيها ميثايل كوبا أمين فيعض الميثايل هذه التركيبة الكيميائية هذه لمريض السكري في إنتاج الميلايت شيت اللي هي تغلف العصب وتغلف العصب وتساعد في نقل السينات العصبية في الجسم وهي منتجة لمادة الوراثية في الأحصاب النوكليك أسد والبروتين المسؤول عن نقلات الأحصاب في الجسم هذا بالنسبة للميثايل كوبا الأمين الميثايل أيضا كوبا الأمين عندك في دواء يأخذ معروف جدا اللي هو منظم للسكر اللي هو الميتفورمين الناس التي تأخذ في الميتفورمين تؤدي إلى نقص عندهم ينقص عندهم فيتامين بي أطناش يؤدي إلى الاحتلال العصبي وفي حاجة تانية من الناس أخذ اللي هما يحدث لهم فيتامين بي أطناش اللي هما اللي يخذوا في الواقع المعدة أو يسموا فيه مضدات الحموضة أو مغلف للماعدة هذوما الناس حتى هما يحدث عندهم نقصة في الفيتامين بي أطناش وطبعا الناس واجهة تأخذ في الأمبرازول بطريقة عشوائية الواقع المعدة من الصيدلية وهذا يسبب في نقص فيتامين بي أطناش اللي يسببنا ونحن نحكو عن أعراض نقص فيتامين بي أطناش أعراض نقص فيتامين بي أطناش أول حاجة يسببها الاحتلال العصبي ثاني حاجة يسببها اللي هو لون الجلد الباهت فقرة دم الأنيمية يسبب تنمل وتخضر في الأطراف ويسببنا عدم المشي بطريقة صحيحة وفقتان التركيز وتحسن الذاكرة ينقص عند النقص في فيتامين بي أطناش ولازم نعرف أن الناس اللي يحمي متاحها اللي تأكل في الأكثر حاجة في النباتية هذو ما يحدث عندهم حتى هما نقص في فيتامين بي أطناش هذو ما حتى هما لازم يقيسوا فيتامين بي أطناش باستمرار ولياخدوا في المغلفات الماعدة يقيسوا فيتامين بي أطناش باستمرار ونتحصل على فيتامين بي أطناش من المصادر الحيوانية اللحوم، الدجاج، السمك، البيض، المشتقات، الحليب هذين كلنا نتحصل عليهم من فيتامين بي أطناش ولازم نعرف أن الفيتامين بي أطناشة لازم أن المريض السكري بصفة عامة اللي يأخذ في الأدوية ضروري أنه باستمراره على المادة الطويلة آمن جدا استخدام فيتامين بي أطناشة بنسبة لمرض السكري وأيضا حاجة خصية أخرى أنه هو فوتو سنستيف يعني لاح أساسية ضد ضوء الشمس لهذا دي ما تلقى الإبر مغلفة منتعات الفيتامين بي أطناشة وتلقى حاجة تانية أن حتى الحبوب تلقى في الأشطة ومغلفة لأن فوتو سنستيف لها حساسية لضوء الشمس مباشرة فلهذا هذا هو معلومات مهمة لحبيت أنا نحكي فيهن عن فيتامين بي أطناشة والتركيز عليهن أكثر شيء لأن نقصة لقدر الله يسبب عدد حاجة خطيرة جدا مبينة حتى أنواع من أنواع السرطان وخاصة أنهو سرطان الجهاز الهضمي وإن شاء الله بالاستفادة وبالصحة للجميع